أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم تنفيذ مشروعات في سيناء خلال عشر سنوات بأكتر من 600 مليار جنيه كما أشار مدبولي لأنه تم الوصول بحجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء إلى نصف مليون متر مقعب في اليوم نحن نفذنا في شمال سيناء لوحدها نحن نقول سيناء في العشر سنين دول نفذنا فيها مشروعات بأكتر من 600 مليار جنيه شمال سيناء وخدم نصف تقريباً 290 مليار اتنفذت فيها أكتر من ألف مشروع في كل المجالات كما حضراتكم شايفين نموذج لكل السوار نحن نريد أن أقول لحضراتكم أن نحن وصلنا حجم محطات تحلية المياه في الشرب لشمال سيناء والذي خلص والذي يتخطط لنصف مليون متر مقعب في اليوم ده حجم رهيب عشان حراركم تبعوا عارفين حجم مياه النهاردة احنا بنحطه عشان نطور وننمي ونحط البنية الأساسية للتعمير لقدام كبير جداً كل دي مشروعات في كل مناحي الحياة الدولة المصرية اشتغلت عليها والحمد لله يعني لما سيد الرئيس أعلن في بداية هذا العام وتحديداً في فبراير أن احنا الحمد لله قدرنا أن احنا ننتهي بصورة كبيرة جداً من الإرهاب وأن المرحلة الشهور اللي بعديها البسيطة اللي بدأ رجال القوات المسلحة مع الشرطة بيطهروا الأماكن من العبوات والحاجات اللي كانت محطوطة من أهل الشر في هذه المناطق كل ده كان بهدف أن احنا نبدأ فوراً بعدها أعمال عملية التنمية والتطوير الشامل